كيف ترى مستقبل روسيا في ظل وجود الرئيس بوتين منذ سنوات طويلة في سدة الحكم تقريبا أكثر من 20 عاما وهو يحكم روسيا حتى في الأربع سنوات التي حكم فيها دميتري ميدفيدف البلاد كانوا يقولون بأن بوتين هو الحاكم الفعلي للبلاد هل هذه الفترة الطويلة التي قضاها ويقضيها الآن بوتين في الحكم يعني تؤسس لنظام ما تستفيد منها الدولة الروسية كيف ترى هذا الأمر؟ أنا لا أرى من ناحية المبدأ أي أمر سيء في هذا الاتجاه كما تعلمون أن ملكة بريطانيا أكثر من 50 عاما تقود بريطانيا ولا أظن أن التغيير على سدة الحكم هو أمر يدعو إلى الاستقرار أو التطور وكما ترى أن انتخابات فرنسا أكثر من مرة لم تكن في صالح الدولة الفرنسية عفوا بروفيسور فورسوف يعني المقارنة هنا يعني صعبة شوية يعني ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم إنما الرئيس بوتين يملك ويحكم كما تعلمون جيدا أود أن أسألكم ما هي الإدارة التي تحكم بريطانيا في الوقت الحالي؟ يعني سؤال لي إذا كان السؤال لي فإدارة السيد جونسون رئيس الحكومة لا أعتقد أن ملكة بريطانيا هي التي تحكم ومن الذي اتخذ القرار بدخول القوات إلى العراق؟ من تلك الإدارة التي قررت هذا القرار؟ إدارة توني بلاير تبدلنا الأماكن المواقع بروفيسور لا ليس كذلك ولكن أود فقط أن أؤكد لكم أن هناك مؤسسات شكلية للسلطة وهناك مؤسسات فعلية للسلطة وعلى هذا الأساس فأن المشكلة في أن الشخص يحكم لفترة طويلة هذا ليس شيئا سيئا وليس شيئا حسنا ولكن الأهم نتيجة حكمه لفترة طويلة وأنا لا أجد في ذلك أي عارم في ذلك وعلى هذا الأساس أود أن أقول في الفترة الأخيرة في فرنسا في العشرين سنة الماضية تداول السلطة أكثر من رئيس كلهم كانوا أسوأ من بعض ساركوزي ومن ثم أرلند أضعف من ساركوزي والأخير لا أريد أن أعلق على أدائه وعلى هذا الأساس تغيير من هو في صدة الحكم لا يحل مشكلة ولا يمكن أن نحكم على ذلك الأهم هو النظام ونتائج النظام وجهة نظري أنه لا أن تحكم خمس سنوات أو عشرين سنة الأهم أن يعمل النظام بشكل جيد